النهاردة هتكلم عن ملف محمد حنفي محمد حنفي مرتضى منصور يعرفه جدا وحبيب مرتضى جدا وكاتم أسرار اجتماعات مجلس الإدارة اللي هي بتتعامل وبتتسب مفتوحة ويتسقط فيها بتتعامل على الورق فيش اجتماعات بتتم بتتعامل على الورق وتتسب مفتوحة ويسقط فيها محمد حنفي كل اللي عايزه مرتضى عاكان يوبى بشكل قانوني وبقرارات مجلس إدارة محمد حنفي ده اللي ليه يوم أسود في يوم من الأيام اتعين في النادي عام 2004 بس خليك تركز عاكان احنا عناعمل كتاب على الناس دي دخلت النادي حافية بتشحت ودلوقت معاهم شؤة وفلل وعربيات أحدث موديل وبيلبسوا أحدث موديلات اللبس السنين اللي بيقولوا عليها دي والحاجات دي بعد ما كانوا حافين ودعانين وولاد هير ما ملقين شي يأكلوا بص تم تعينه في النادي عام 2004 كتب لكم أكتاب كمشرف عام في قطاع حمام السباحة براتب 800 جنيه اسمع بس القصة قبل أن يصل راتبه الآن إلى 10 ألاف جنيه يا بختك فين العامل الغلبان اسمع يا موظف يا غلبان ياللي بتاكل حقك في النادي اسمع يا عامل يا غلبان ياللي ما رضيش يقبضك من 3 شهور اسمع يا 680 واحد محترم منحكم من الدخول ومش راضي يدخلكم من 800 جنيه 10 ألاف جنيه في عهد مرتضى منصور قفز من 800 إلى 10 ألاف جنيه لدرجة أن أقرب الناس للأخ محمد حنفي أطلقوا عليها لقب الهلال والنجمة عارفين أنتو الهلال والنجمة بتوع المأشات نظرا أو إشارة للمأشة والجروف اللي كان يستخدمهم أثناء عملوا في قطاع حمام السباحة يعني الاسم الحرك بتاعه في الزمالك الهلال والنجمة يعني المأشة والجروف 800 جنيه واحد بمأشة وجروف يتحول ل10 ألاف جنيه توفرت فيه الشروع لإرضاء سيده فخلاب 10 ألاف جنيه من 800 جنيه في عهد الأستاذ ممدوع عباس رئيس النادي الأسبق نقلوا للعمل كساعي بسطة في مكتب اللواء على مقلد مدير عام النادي الأزلي ودوا ساعي بريد يودي ورق ويجيب ورق زي ساعي البريد كده قبل أن يتم نقله للعمل في إدارة متابعة قرارات مجلس الإدارة التي يعمل بها الآن وأصبح بأدرة آجر في عهد مرتضى منصور حاكم ناهي يتآمر على زملاء من العمال والموظفين وكان من أبرز الناس اللي أزوا العمال والموظفين في الوقفة الأخيرة وكان سبب تعيين الكثير من موظفات الأمن النسائي بالنادي مجاملة لبعض الموظفين المقربين منه وتعيين أقاربهم وكل الحاجات بتاعت التعيينات على فكرة معايا على التليفون بالأدلة بتاعتها خلي بالك عين مين وبت مين وولد مين وتبع مين وبياخد كام وبيعمل يا علاوة على فرض أخو راح جاب أخو كمان أحمد حنفي فاكرين أنا كلمتكم عن أحمد ومحمد حنفي زمان كتير بس أنا دلوقتي بقول لكم القصة بتاعت الفاتح الفاتح محمد حنفي جاب أخوه أحمد حنفي وعينه في الإدارة المالية في 2015 بعد مباركة مرتضى منصور وتم زيادة راتب أخيه إلى أن وصل إلى سبع تلاف جنيه أخوه بياخد سبعة ومحمد حنفي بياخد عشرة سبع تلاف جنيه أخوه هو عشر تلاف جنيه طبعاً دي كله علشان يمشي الورق ويزبط الدنيا اللي هو أحمد اللي جابه بسبعة ده يكمل شغل محمد بعيزين واحد أمين ما يكشفش اللي بيحصل في المحاضر فقال لهم لا أنا عندي أخويا أولى جاب أخوه بسبعة كان يمشي المكافآت والإلوات والحاجات دي ورح رمي بقى كمان عين ابن عمه واحد اسمه فرج في قطاع الحمام السباحة محمد حنفي بقى الانفراد اللي أنا عايز أقوله النهاردة وده جزء من اللي عندي يعمل الآن مع محمد حنفي شخص اسمه أحمد جبريل عارفين شهرته في النادي إيه؟ فيروس فيروس زي كورونا كده بيقولوله يا فيروس كانه فيروس يعني في النادي يا أحمد جبريل ده شهرته فيروس أحمد فيروس ده كان صديق محمد حنفي من أيام حمام السباحة وكتم أسراره وصديقه طبعا وهو بطل موقعة فرز الأصواب بفكركم بس أثناء الانتخابات الأخيرة ومتصور صوت صورة هو ومحمد حنفي وطبيب الفريق محمد إيد اللي أنا جبتها لكم لو تفتكروا على المنصة الرئيسية أثناء قيامهم بفرز الأصواب في الفترة اللي النور أطع فيها وغيروا في الأصواب ومش عارب إيه والكلام ده كله وشهد بالكلام ده كله الدكتور مصطفى عبد الخالق في مدخلة معايا ببرنامج كوريد بلدنا وراموا أصواب لصالح مرتضى ضد أحمد سليمان اللي انفراد بقى اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة ده الجديد كل اللي انتوا سمعته قديم الجديد بقى أحمد فيروس مع أخ اسمه محمد جبريل في الإدارة المالية يعني أحمد فيروس ده مع أخ اسمه محمد جبريل عينه في الإدارة المالية مكافأة له على فرز الأصواب بعدها لصالح مرتضى منصور على حساب أحمد سليمان وكل واحد فيهم جاعد يجيب جريبه والليليه ومش عارب إيه والكلام ده كله تخيل انت واحد من 800 جنيه ل 10 تلاف جنيه ويجيب أخوه ياخد 7 تلاف جنيه ويجيب صديقه اللي كان بيكنز بمعاشة معاه وقدروف على حمام السباعة مبلغ وقدرو ويجيب فيروس وفيروس يجيب ميكروبات وميكروبات تجيب أمراض والزمالك يائن ومفلسين وشحتين وبيدوروا على فلوس الموظفين الغلابة فيهم ما هم دول لازم يتأمروا على الموظفين الغلابة دول لازم يتأمروا على الموظفين الغلابة اللي ما تأمروش دول وهم بيقبضوا ويشفطوا مين اللي هيتأمر محمود كوندي أبو مهند اللي ما كانوا الدول يتأمروا من اللي يتأمر مش لازم يحافظوا على لقمة الإيش كل يوم عاجب لكم قصة من دية هدية مني المرتضى منصور كل يوم عاجب لكم قصة هدية مني المرتضى منصور أخذ مسقط شاي كل يوم عاجب لكم قصة مليان النادي بلاوي أفكركم بس طبعا الأستاذ أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي اليومين دول خالع ما بيروحش النادي عشان كل ما يروح يلاقي الموظفين الغلابة والعمالي أولوه على الفلوس والمرتبات إن بابا بتمسي عم خالد طارق أبو عوض أول الله العظيمة طارق كل ما يروح يلاقي الناس الغلابة بيسألوا على الفلوس وطبعا أنتو عارفين المستشار رجل حبيب المستشار أنا مالي أنا مش عارف إيه فخلع لما لقيها بتغرق والفلوس جاية والديون من كل مكان والكلام ده كله طبعا أحمد جلال إبراهيم ما يعرفش يمسك المركبة غير وهي زي الفل لكن لما بتغرق ينقط منها على أقول بور سعيد بتمسي محمد عبد الله يا نجف بن نور فين النجف عم أبو يوسف هو فيه كده يا جماعة وفي الأخر الوزير يقول عايز عمر الجنين يحاول له فلوس الكاف يعني فيه كده في الدنيا فيه كده في الدنيا يعني فيه كده في الدنيا إذا كان فيه كده أقولولنا والله نروح لأبو الزغليل هكذا يدار الزمالك يا زمالكوية عين شمس بتمسي محمود فكري أبو الكوسة سروت حسن صح يا سروت على كده على أطول كل ما نكلم عنها حمامي وبغير متاح نكلمه على تلفون ابنه نعيز أعرف السر بتاعني تلفون ابن علاء يشتغل وتلفونه ما يشتغل شات ليه على فاتورة والله حاج ده فاتورة مين ده علاء كروت حدي الأهرام بتمسي أحسن ناس ميدو الرياض بتمسي يا ميدو العقمي عادل سالم محمد من إنا حاج محمد النجار الله يخليك حاج محمد الأستاذ صلاح بيقول لي شكل التلفون اللي معناه تلفون صيني شكله حسام عشور أروح نحمل السيد دلوقت هنا نعرف كل حاجة قل لي علاء حمام بيهرب منك بيقول لك دور عن نجف فكريستان عصفور حلوة معلم الأستاذ واقل إسكندرية أحسن ناس